السؤال الثاني الجمع والقصر انا لو سفرت بلد زي اسكندرية مثلا اي بلد استأى الظهر ازن اصلي ركعتين واصلي العصر عطول وراه ركعتين ولا استنى الازان العصر اصلي الظهر الواحد ركعتين والعصر الواحد ركعتين اما عن صلاة الظهر والعصر فاذا كنت مسافرا وصلت الى بلدة جاز لك ان تجمع بمعنى ان تصلي الظهر ركعتين وتتبع ذلك مباشرة بعد ان تسلم بصلاة العصر ركعتين ولك ان تصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولك ايضا ان شئت ان تشهد الجماعة مع المصلين وتصلي اربعا مع الامام المقيم فالامر في ذلك كله واسع وان كانت هناك افضليات هناك افضليات فاذا كنت تصلي تصلي منفردا صل ركعتين ان صليت مع الامام صل اربعا سئل عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ما بالنا يا ابن عباس اذا كنا مع الامام صلينا اربعا واذا صلينا فرادا صلينا ركعتين قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فاذا صليت مع الامام صلي اربع ركعات صليت منفردا صلي ركعتين لكن هل الاولى في حقك ان تجمع ركعتين ثم ركعتين ام ان تصلي كل صلاة في وقتها الاولى لك اذا كنت مشغولا عندك مشاغل او جد بك المسير يعني انت في طريق السفر ان تجمع لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفات وفي مزدلفة اما اذا كنت نازلا في البلدة فالاولى لك ان تصلي كل صلاة في وقتها لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في منا كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا قصرا للظهر وللعشاء اما الصبح والمغرب فتصلى كما هي بارك الله فيه